موسيقى نص اتفاق السلام الموقع عام 2005 لين زعماء شمالي السودان وجنوبه على سعي الطرفين وهم المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان على جعل وحدة البلاد خيارا جذابا فمواطن الجنوب سيخيرون في استفتاء تقرير المصير المقرر تنظيمه في 19 يناير كانون الثاني المقبل بين البقاء في كنف السودان الموحد أو الانفصال وفقا أيضا لاتفاق السلام الذي أنهى حربا أهلية استمرت لأكثر من عقدين بين الجنوب ذي الغالبية المسيحية والشمال ذي الغالبية المسلمة ومع احتمالات تفضيل الجنوبيين لانفصال يرى مراقبون أن الرئيس عمر البشير أضحى يلجأ كثيرا إلى سياسة الترغيب من جهة والترهيب من جهة أخرى خشية أن ينتهي الأمر بدولة جديدة في الجنوب فمن جهة يحذر البشير من تداعية خطيرة ستواجه الجنوب لو انفصل إذ يقول إنه في هذه الحال سيستبدل الدستور الحالي بآخر لا يعترف بالتنوع العرقي للشعب السوداني وستكون الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيس للتشريع ما قد يزيد من مخاوف الجنوبيين الذين يقيمون في الشمال وقد تتأكد هذه المخاوف أيضا بعد دفاع البشير عن تطبيق عقوبة الجلد بحق امرأة سودانية كما ظهر في مقطع فيديو على موقع يوتيوب قائلا إنه إذا كانت جلدها وفقا لأحكام الشريعة فلن يتم إجراء تحقيق ومن جهة أخرى يحاول الرئيس السوداني استمالة الجنوبيين لخيار الوحدة بعد أن عرض عليهم حصة شمال السودان في نفط الجنوب بالكامل في ظل اتهامات متكررة للحكومة بالاستئثار بعائدات هذه الثروة أما رئيس حكومة الجنوب سيلفا كير ميارديت فكان يؤكد الوحدة بشرط أي في الشمال بالتزاماته ويجعل الوحدة تستهوي الجنوبيين إلا أن حركته دعت علنا للمرة الأولى سكان الجنوب لتلتسويت لخيار الانفصال بعد أن عجزت طرفان عن حل حالة القضايا الشائكة خلال السنوات الخمس الماضية وبسبب هذه القضايا أيضا عادت العلاقة بين الطرفين إلى مربع الحذر بل وانعدام ثقة في بعض الأحيان اشتركوا في القناة